الخوف من الموت بس إبليس اللي كان عامل المشكلة قال عنه الكتاب زاك الذي له سلطان الموت طيب أنا عايز أفهمها معاكم يعني إبليس معاه سلطان يموت خلق ربنا لا سلطان ماتت البشرية لفي إيد ربنا بس هقرأ معاكم آية في سفر التسنية صح 28 بيقول لنا الكلام دوت أحباي سفر التسنية أصحح أصحح 32 وعدد 39 بصوا معايا الرب يقول عن نفسه أنا الرب أنا الرب تسنية 32 آسف 32 كلم عن نفسه له كل المجد ويقول لنا عن شخصه المبارك في عدد 39 انظروا الآن أنا أنا هو وليس إله معي قولوا معايا بقى أنا أميت وأحيي صحقت وإني أشفي وليس من يدي مخلص من اللي يميت ويحيي حبيبيه هو الرب هو الرب عشان كده قولنا في متة عشرة لو رحت المتة عشرة يقول كده قال له ما تخافوش ما تخافوش من اللي بيقتلوا الجسد عدد 28 ما تخافوش من اللي بيقتلوا الجسد يا جماعة ما تخافوش يعني ولكن ما يقدرش يقرب على النفس لكن تخافوا من مين بقى ربنا بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما فين أنا بشرح فكرة بس يعني ذاك الذي له سلطان الموت يبقى اتفقنا مع بعض إن إبليس مش في إيديه يموت الناس وإن كان الرب يسمح له بصفة استثنائية لإهلاك جسد بعض الناس دي حاجة استثنائية حكم إلهي قضائي يصدر من الله على بعض الأشخاص جبتها منين ديت؟ كورنسوس الأولى خمسة خمسة مش كده؟ واحد وده مؤمن للأسف مش عايز يتوب عن خطيته هيروح السامة حبايبي لكن هيموت تحت التأديب يموت إزاي تحت التأديب؟ ربنا يحفظنا ربنا يحفظنا كلنا ما فيش هزار يا جماعة ما فيش هزار في الخطيئة المؤمن المولود من الله رايح السامة حسب وعد المسيح ولا انتهلك إيه؟ إلى الآبد لكن اللي يعيش ويعك في الخطيئة هيحصل معاك كلام اللي جاي أن يسلم مثل هذا إيه؟ للشيطان ده تسليم بقى ده تسليم كان خاص هنا في الآية ديت ليه بقى؟ لهلاك الجسد لكي تخلص الروح امتى يا حبايبي؟ في يوم الرب بالتأكيد منذ الرب